السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم هتكلم النهاردة عن موضوع جديد بعنوان أخطاء يجب تصحيحها في تاريخ وحضارة مصر القديمة وأتمنى أن الموضوع ده ينول إعجابكم وما تنسوش تشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش وتعملوا شيروا لايك وتفعيلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة أهلا بكم مرة تانية ينقسم تاريخ مصر إلى تاريخ مصر القديم وتاريخ مصر في زمن الإغريق والرومان وكذلك تاريخ مصر المسيحي والإسلامي وتاريخ مصر الحديث والمعاصر بالنسبة لتاريخ مصر القديم يطلق عليه خطأ تاريخ العصر الفرعوني وكلمة فرعون لم يلقب بها أي ملك من ملوك مصر القدماء فكلمة فرعون مشتقة من كلمة برعا ومعناها البيت العظيم أو البيت الكبير والمقصود بها نظام الحكم وليس الملك الذي نطلق عليه خطأ كلمة فرعون فكلمة فرعون كلمة سلبية تذكرنا بظلم فرعون فرعون موشى حكم مصر قديما الكثير من الملوك ولم يكونوا كلهم ظلمة أو فراعين لهذا يجب أن نقول تاريخ مصر القديم ولا يجب أن نقول تاريخ مصر الفرعوني لم يكن في تاريخ مصر القديم تعدد للآلهة كان المصريين القدماء يأمنون أو يعتقدون بوجود إله واحد وقد وجدنا الوحدانية مسجلة في كتاب الموتى الذي كان بالنسبة للمصريين القدماء كتاب مقدس خاص بالعقيدة المصرية القديمة ففي كتاب الموتى يصف المصري القديم الإله الواحد يقول المصري القديم أن الإله خلق كل شيء وحده ولم يكن معه أحد كان المصري القديم يخاطب الإله بسيغة المفرد ولم يخاطب إله أبدا بسيغة الجمع يقول المصري القديم للإله الواحد أنت الأول الذي ليس قبلك الشيء وأنت الآخر الذي ليس بعدك الشيء معنى ذلك أن المصري القديم كان يؤمن بوجود إله واحد أما أسماء مثل إيزيس وأزوريس وست ونفتيس وحورس وغيرهم من هذه الأسماء كلها أسماء تعتبر صفات للإله الواحد مثل أسماء الحسنة على سبيل المثال كما نقول الرحمن الرحيم الملك القديوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار إلى غير ذلك من الأسماء التي تعتبر صفات للإله الواحد الأحد الفرد الصمت معنى تفسير كلمة آمون على سبيل المثال هو ما يقال بعد تلاوة الصلاة ففي الديانة اليهودية يقولون آمين وفي الديانة المسيحية يقولون آمون وفي الإسلام يقولون آمين معنى ذلك أن المصري القديم لم يكن يعتبر كلمة آمون اسما لإله يعبودونه بل معنى كلمة آمون الإيمان بإله واحد لم يكن بناء الأهرامات المصرية بالصخرة كما يشاع ولم يشارك اليهود في بناء الأهرامات لم يكن رمسيس الثاني فرعون موسى أو فرعون الخروق ولم يكن ابنه ميرن بتاح فرعون موسى أكيد أن فرعون موسى لم يكن مصري الجنسية أنا أنا شخصيا أعتقد أن فرعون موسى كان من الهكسوس الذين جاءوا إلى مصر من آسيا لم يكن المصريين القدماء عمالقة فأطوال المصريين كانت قديما عادية زي أطوالنا دلوقت كلمة معبد كلمة غير صحيحة وصح أن نقول رابر أي مكان الحق فكلمة را معناها الحق ودر معناها مكان أي مكان الحق بدلا أن نقول كلمة كاهن نقول المطهر فالمطهر كان يقوم بعملية التطهير وكانت هذه العملية هي العملية الأساسية بالنسبة للمصريين القدماء لم يكن المصري القديم إلها كما يعتقد الكثيرون لا في حياة الملك ولا في مماته لم يكن الملك المصري القديم إلها وعشان كده لما حكم مصري ملك ظالم اسمه فرعون اللي ما كانش مصري الجنسية واعتبر نفسه فرعون انتأم منه ربنا وغير الفرعون أثناء ما كان بيحاول يوصل لنبي الله موسى وطبعا موسى كان ترك مصر هربا من فرعون مع قومه من بني إسرائيل بدل ما تقول آلها عديدة عند المصريين القدماء قول كلمة نتر زي مثلا النتر حورص أو النتر تحط أو النتر إزيس أو النتر أزريس فكل هذه الأسماء مثل أسماء آلها مصرية قديمة يعني عايز أقول أن الأسماء دي مش أسماء آلها ولكن ها صفات للإله الواحد الأحد يعني تاني حورص إزيس نفتيس ست كلهم بنسمهم نتر وكلمة نتر تدل على صفات الإله الواحد الأحد لم تكن الديانة المصرية القديمة ديانة وثانية فالمصريين ذكروا في كتابهم المقدس وفي كتاباتهم التي وجدناها في مقابرهم وفي معابدهم أنهم يؤمنون بالإله الواحد الأحد إقرى تذكر في كلامه ابنه يقول كسولاً خاملاً إذا كنت كذلك فإن الرب سوف ينزل عليك غضبه وعقابه لحظوا معايا في نصايح ووصايا الحكيم بتاع حتب أنه ذكر دايماً كلمة الرب وليس كلمة الأرباب أو الكثير من الآلهة وده بيدل على اعتقاد المصريين القدماء في إله واحد ده اللي أنا باعتقد فيه وأتمنى أن نحن نصحح التاريخ والحضارة ومن قلش أن تاريخ مصر وحضارتها فيها أكتر من ألف إله ولكن نذكر دائماً الإله الواحد الأحد الذي وجدناه في الكتابات المقدسة للمصريين القدماء مثل كتاب الموتى ونصائح الحكيم بتاع حتب لابنه شكراً لكم ده اللي أنا كنت عايز أقوله النهاردة أتمنى أن الفيديو ده يكون نال إعجابكم ما تنسوش تشتركوا في القناة للي لسه ما اشتركش وتعملوا شير ولايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة مع وعد مني أننا دايماً هقدم الجديد والمفيد كان معاكم محمد مصطفى شكراً لكم وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر